طبعا الترند النهاردة يعني مش جديد ان بطل الترند يكون بطل ترندات كتير على مدار العام مش بس امبارح ترند النهاردة وخاص بالفنانة شيرين رضا لزي ما بنقول دايما بطلة لترندات كتير اثارت الجدل باعلان اعتزالها الفن زي ما نشرت على ستوري خاص بصفحتها الشخصية على انستجرام وقالت ان كفاية بقى قررت الاعتزال ده على حد يعني المصطلح اللي هي استخدمته طبعا الجمهور كان بيتكلم وترنده واسباب كتير كل واحد بقى بدأ يخمن سبب اعتزالها ويربطه بحاجات مختلفة يعني واحداث مختلفة خرجت شيرين رضا وقالت كشفت ان اعتزالها هو جزء من حملة اعلانية بتتعاون فيها مع الفنان ماجد الكدواني طبعا يعني دي مش المرة الاولى زي ما قلنا الشيرين رضا بتعلن فيها ابتعادها عن الفن كلام ده حصل قبل كده سنة 1997 بعد ما سلت فيلم حسن اللول مع الراحل احمد زكي بس اه في الوقت ده كانت بالفعل ابتعدت عن السينما وعن التمثيل وشبه اعتزلت يعني لكن عادت تاني مرة تانية بفيلم حسن اللول هي كانت قدمت فيلم يعني رجعت بفيلم مع تامر عبد المنعم اسمه اشرف حرامي بعد ما كانت قدمت هذا الفيلم مع النجم احمد زكي وطبعا بعد كده توالت اعمالها الكتيرة ويمكن كمان شيرين رضا اليومين دول ترند بحضورها فرح جميلة اسمعين وبالفيديو اللي بتسلم فيه على عمر دياب وطبعا العلاقة ما بينها وما بين عمر دياب اللي انتهت فيه اوائل التسعينيات بعد زواج في 89 اصفر عن انجابها لبنتها الوحيدة نور واللي دايما حتى شيرين تكون متحفظة في الكلام عنها ولما تسألت مثلا مرة انت عايزة بنتك تتجوز او لأ فقالت يعني انا مش مش مستعجلة على جواز بنتي وكان لها تصرحات كمان متعلقة بفكرة الزواج والحياة العادية من غير زواج اثارت جدل برضو عند الجمهور كمان شيرين رضا بتثير الجدل باقتناءها العدد كبير من القطط والحيوانات الاليفة الحقيقة وده هي يعني حتى دايما بتطلع تصرح بيه في لقاءات كتير كانت بتتكلم عنه ويعني وبتتكلم على فكرة الرحمة بالحيوان كمان فشيرين رضا دايما بتثير الجدل ودايما بتكون ترند من خلال قراءها المختلفة الى جانب كمان وجودها في عدد من الاعمال الدرامية اللي بقت الحقيقة يعني عندها حالة كده من النطج منذ سنوات فنيا كما بيقال عنها يعني خاصة انها في بدايتها كانت بداية فتاة موديل في اعلانات فكانت بتعتمد على شكلها الحلو المميز وبعد كده بدأت بقى يعني تقدم اعمال مميزة جدا يعني سواء دراميا او سينمائيا يعني اذا شيرين رضا كبطل الترند الموضوع مش جديد ولو بنتكلم في فكرة ان يكون في اعلان للاعتزال وقبل كده كان اعتزال بجد فربما هو ده اللي يعني بيعمل خلط عند الناس يا ترى المراضي زي المراضي اللي فاتت ولا المراضي مختلفة وطلعت مختلفة يعني زي ما هي بتقول اعلان فمنشوب بقى الاعلان يعني الاعتزال مع اعلان مع مجد الكدواني هي كده يعني خلطة ده ما نشوف هننتظر بس هي بقى فعلا الحملة عاملة شغلة بالنسبة لهم بروباجان ده كويسة للمنتج اللي هي بتعلن عنه وطبعا شيرين رضا لها جمهور كبير فبالتأكيد متابعتهم ليه الجدل اللي حاصل هيكون برضو ليه بردود على المنتج اللي بيتم الاعلان عنه